هلا والله يا جماعة يا رب تكونوا بخير وامركم تمام انا مرام شهاب جيبي وحكون معكم بمصاق المايكروبيولوجي ضمن اكاديمية العلا بداية خلينا ندعي لأهلنا بفلسطين وغزة ربنا ينصرهم ويثبتهم ويقويهم ويتلطف فيهم يا رب اللهم امين ثاني اشي بهذا الفيديو حنشرح اول ملف من ملفات المايكروبيولوجي شامل محاضرتين جامعيات اعطوهم دكتور ناصر قبلها لهيك اي شي بحكي لكم عنه مهم رجاء ان تركزوا عليه وتحفظوه كثير منيح لان احتمال كبير ييجي عليه سؤال ثاني شغلة بدي احكيها بخصوص المايكروبيولوجي بشكل عام هذا مصاقب يعتمد بشكل اساسي عليك يعني انا ان شاء الله بهذا الفيديو حفهمكم الاشياء هذا الفهم حيساعدك تحفظ لكن انت ضروري جدا انك تكرر هذا الحفظ لحتى تثبت المعلومة منيح كيف بتكرر هذا الحفظ فيه كثير طرق من ضمنها مثلا الاشياء اللي بحكي لك ركز عليها اكتبها على ستيكي نوت حطها قدامك على المكتب كل ما ترفع رأسك عن المكتب ولا انت شايفها ولا انت مراجحها هاي طريقة مثلا انا بحب هاي الطريقة لانها سهلة وما بتحسسني اني مضطرة اقرأي الملف كله من اول وجديد وتفر الطريقة اللي بتخليك تكرر فكرر المايكروبيولوجي من اهم الشغلات فيه هو التكرار طبعا بعد ما نفهم لانه احنا بمجرد مفهمنا بيصير اصلا التكرار والحفظ علينا سهل فنحكي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه كونه عم نحكي مايكروبيولوجي فخلينا نفهم شو هي هاي الكلمة بالضبط هلأ مايكرو معناها صغير وبيولوجي لهي الاحياء يعني علم دراسة الاشياء الحية فمايكروبيولوجي هو علم دراسة الاشياء الحية الصغيرة تيني اللي ما بشوفها الا تحت المايكروسكوب فبطلق عليها اسم مايكرو ارغانيزمز او مايكروبز هذول المايكرو ارغانيزمز ميزتهم انهم يوبيكوتاس يوبيكوتاس يعني من تشريم في كل مكان تدور في المية تلاقي تدور في الفرخة تلاقي على الايد تلاقي على الجل تلاقي على الطاولة تلاقي في كل مكان في مايكرو ارغانيزمز ولأنهم يكثاروا من تشريم في كل مكان فانا عشان نصير دراستهم اسهل علي بروح بصنفهم عدة تصنيفات أول تصنيف يعتمد على قدرة هذا المايكروب على أنه يعمل مرض عند الإنسان أو لا هذا اسمه pathogenicity إذا قدر يعمل مرض بسمي هذا المايكروب pathogen فهو عبارة عن pathogenic microbe شو يعني pathogenic؟ يعني قادر على أنه يعمل مرض قداش نسبتهم؟ 3% من المايكرو أرغانيزم 97% المتبقية هي عبارة عن non-pathogenic micro organisms يعني إيش ما لهم؟ ما بيعملوا أمراض هدول 97% متوازعين إلى عدة أقصان 10% منهم خبيثين شو يعني خبيثين؟ يعني قاعدين ساكتين يسمى بيعملوا أمراض لكن ليش ما بيعملوا أمراض؟ لأنه لساتهم بيستنوا بالفرصة المناسبة الفرصة المناسبة عشان يعملوا مرض فشو بسميهم؟ opportunistic هدول نسبتهم 10% ما بيعملوا مرض بالوضع الطبيعي لكنهم بيستنوا الفرصة لحتى يعملوا مرض وبرضه ممكن يكونوا indigenous microflora indigenous يعني داخلي فهدول عبارة عن المايكرو أرغانزمز اللي موجودين على وجوة جسمنا تمام؟ هدول عددهم كثير كبير 10 أضعاف خلايا الجسم فالmicrobiologist بيحكوا نقطة إنه إحنا عبارة عن 10% إنسان وتسعين بالمية بكتيريا على قدر ما إنه البكتيريا عددها كبير فلو أنا عندي مثلا 10 تريليون سل رح يكون عندي 100 تريليون مايكروبز وإلهم أنواع مختلفة من 500 لألف نوع مختلف تمام؟ هدول الانديجينوس مايكرو فلورا عندهم ميزات إنهم بيقدوا دور إيجابي جوا الجسم بس بنفس الوقت ممكن يشتغلوا على إنهم يكونوا أوبرتونيستيك شو قل له أوبرتونيستيك؟ هما بالأصل نان باثوجينيك ما بيعملوا أمراض لكن بيستنوا بفرصة عشان يعملوا مرض بمجرد ما عملوا مرض معناها شو دورهم سلبي هارفول بيعملوا عنا إشي مؤذي تمام؟ طيب شو الفرصة اللي بيستنوها هدول الانديجينوس مايكرو فلورا لحتى يعملوا مرض؟ أول إشي إنه هاي المايكرو فلورا تغير مكانها تغير الأناتوميكال ساي تباحها فمثلا إحنا عنا جوة جسمنا إيكولاي هاي عبارة عن بكتيريا بالشكل الطبيعي موجودة جوة الإنتستن فبتكون هارمليس غير مؤذية بمجرد ما غيرت الأناتوميكال ساي تباحها وطلعت من الإنتستن من الأمعاء وراحت ع مكان ثاني رح تعمل إنفكشن رح تعمل عدوى رح تهمل مرض إذا راحت على البرين ممكن تعمل برين أبسس تقيوحات في الدماغ راحت على الورينار بلدر رح تعمل انفلميشن سيستايتس التهاب المثان البولية راحت على الدم رح تعمل إشي اسمه سيبتسيميا تسبب الدم شو بيعني لكم هذا الاشي؟ بيعني لهاي الجملة إنه أصلا كل هدول الانديجنس مايكرو فلورا موجودين جوة جسمنا وعلى جسمنا لكن من الأماكن المش موجودين فيها هو البلد أوكي؟ هاي معلومة أصلا رح نعيدها لك دمس أنا محكي لكم إياها من الآن سواء راح اللنج برضو ممكن يعمل نومونيا التهابريا راح الوونز إلى آخرين فهاي الإيكولاي بالإنتستن تمام طلعت بر الإنتستن مغيرت الانتوميكالساية تباحة عملت مرض ثاني فرصة ممكن تستغل هاي المايكرو فلورا إنه يكون الإنسان عم بيستخدم لمدة مطولة يعني عم بيستخدم مضادات حيوية بتشتغل على نطاق واسع شو يعني بتشتغل على نطاق واسع؟ يعني بتقتل أنواع مختلفة من البكتيريا أوكي؟ فهو هذا الإنسان عم بيستخدم هدول الانتيبيوتكس لمدة طويلة شو رح يصير عنده؟ رح يصير عنده إشي اسمه شو يعني سوبر إنفكشن؟ يعني مثلا أنا مريضة بسبب بكتيريا معينة فأخذت أنتيبيوتك هذا الانتيبيوتك بشتغل على انطاق واسع يعني ما بشتغل بس على البكتيريا العام لعندي مرض لا بشتغل على البكتيريهات ثانيات أوكي؟ واستخدمته لمدة طويلة فراح هذا المضاد الحيوي تخلص من البكتيريا العام لعندي المرض وبرضه تخلص من بكتيريا موجودة جوه جسمي هي عبارة عن جزء من الفلورا خلينا نفترض مثلا الإيكولاي لما تخلص من الإيكولاي صار فيه مساحة جوه الإنتستان شو ما لها؟ ما فيهاش إيكولاي يعني مساحة فاضية فبتيجي مايكرو أرغانيزمز ثانيين بيلاقوا هاي المساحة الفاضية بيقولوا إيه؟ مساحة كبيرة أكل كثير خلينا نتكاثر ونجيب ولاد وبنات مدام فيه رفاهية وفيه مساحة كبيرة ما فيها حدا فخلينا إحنا نتكاثر فشو هذا اسمه؟ سوبر إنفكشن شو معنا؟ معناه إنه صار أوفر جروث يعني تكاثر لمين؟ لا رزيستنس أوبرتونيستيك مايكرو أرغانيزمز رزيستنس يعني بتقاوم هذا الأنتيبيوتيك اللي أنا استخدمته بالأول أوبرتونيستيك لأنها استنت فرصة إنه هذا الأنتيبيوتيك قتل بكتيريا غيرها ومايكرو أرغانيزمز يعني صغيرة بالعادة هاي رزيستنس أوبرتونيستيك مايكرو أرغانيزم شو معلها؟ موجودة بعدد بسيط بمجرد ما الأنتيبيوتيك قتل بكتيريا ثاني وصار فيه مساحة وصار فيه أكل بطلت عدد بسيط صارت بابيوليشن إكسبلوجين يعني انفجار سكاني منها تمام؟ زي مين؟ زي الكلوستريديم ديفيسل هاي الكلوستريديم ديفيسل موجودة بالقلول تمام؟ بالوضع الطبيعي موجودة بنسبة بسيطة إذا الإنسان استخدم برود سبيكترم أنتيبيوتك رح يقضي على أشياء موجودة بالكولون فبالتالي رح يصير سوبر انفكشن رح تيجي هاي الكلوستريديم ديفيسل تشوف مكان فاضي فرح تقول أكل كثير ومساحة كثيرة خليني أتكاثر لما تتكاثر إذا تكاثرت بنسبة معينة قليلة رح تعمل مرض خفيف اسمه أنتيبيوتك أسوسييت الدياريا يعني إسهال إلو علاقة بأنه المريض ما ياخد أنتيبيوتك لمدة طويلة أو ممكن تكون تكاثر بشكل كبير يعمل سيفير فورم أوف ذا ديزيز اسمه سودوميمبريناس كولايتس التهاب بالقلون برضو نوع ثاني جديدة البكانس هاي فطريات نوع من أنواع الفطريات بتعمل مرض عند الإنسان اسمه كانديدييسس هذا المرض رح يعمل زي طبقة بيضة هاي اسمها ثرش وإذا كان بالفاجاينا عند الفيميلز بالمهبل رح يعمل عندهم إشي اسمه ييست فاجاينايتس التهاب فاجاينا سببه ييست سببه خميره اللي هي نوع من أنواع الفانقاي نوع من أنواع الفطريات مين هي هاي اليست؟ الكانديدا البكانس طب هاي الكانديدا البكانس ليش عملت اليست فاجاينايتس والثرش؟ لأنه كانت بنسبة بسيطة لكن تكاثرت جداً ليه تكاثرت؟ لأنه صار سوبر انفكشن لأنه المريض عم بيستخدم برود سبكترم انتيبيوتك لمدة طويلة برضو في فرص أخرى زي أنه الفاجاينا البي اتش يزيد فبرضو هذا رح يخذل الكنديدا البكانس تعمل فاجاينايتس وهي مهمة مهمة لأنه أسباب أو خلينا نحكي مسببات حدوث عدوى بالفاجاينا عند الفيميلز ثلاثة أول واحد منهم حكيناها هلا لهي الكانديدا البكانس في ذنتين رح نحكيهم أثناء المحاضرة فبيجي سؤال فكانديدا واحد من الأشياء اللي بتعمل هذا ممكن يجي سؤال فرقزوا عليه برضو من الفرص اللي مكتلناها المايكروبيوتا لحتى تعمل انفكشن إنه يكون المناع عند المريض قلانة أو صاير عند المريض مشكلة زي إنه تعرض لحروق تعرض لتقرحات إلى آخره أهم إشي بالهارد فور رول أوف مايكروبيوتا اللي هم أول نقطتين تمام؟ كثير مهمين طيب هاي المايكروبيوتا أو المايكروفلورا حكينا دورها السلبي طب هي لها دور إيجابي زي إيش وهذا برضو كثير مهم ووجه سؤال السنة الماضية إنه هاي المايكروبيوتا أو المايكروفلورا رح تكون قادرة على تصنيع بعض الفيتامين زي فيتامين مين زي فيتامين كي زي فيتامين بي اللي هو بي ون و بي فايف و بي سكس و بي سفن و بي ناين و بي تولف و هدول أسماءهم العلميات عادي ممكن نجيب لك هذا الاسم أو ممكن نجيب لك الإختصار إنه بي ون اوكي مثلا all of the following can be secreted أو produced by مايكروفلورا إكسبت مثلا فيتامين كي بلا بتنتجو فيتامين بي ون بتنتجو فوليك أسد بتنتجو بيوتين بتنتجو مثلا فيتامين سي لا ما بتنتجو فالجواب فيتامين سي برضو هذا مهم تمام برضو هاي المايكروفلورا لأنه هي عبارة عن باعتبار مش جزء من جسم الإنسان لكن موجودة بجسم الإنسان فجسم الإنسان رح يبلش يصنع ضدها فهي عبارة عن constant source of antigen يعني هي مصدر ثابت من الانتجن رح تحفز الاميون سيستم بشكل عام سواء يصنع انتباضي يصنع سيلز وتفر تمام وانتو اوكي اكيد درستوا بالمناعة كيف انه الجسم رح يكون عنده ردات فعل مناعية مختلفة تمام وثالث دور مفيد انها هي بتعمل يعني هاي المايكروفلورا اللي موجودة كشكل طبيعي جوه او على جسم الإنسان رح تصير تنافس باقي المايكرو أرغانيزم وما تسمح لها تكون موجودة جوه جسم الإنسان يعني مثلا انت عندك ايفون بتروح تعطيه لولد صغير يكسره لا انت رح تحاول تحمي هذا الايفون رح تحاول انك ترفعه لفوق عن ايد الولد الاخرية الاخرية رح تحاول انك تعطيه شغلة لهي الاخرية نفس الاشياء دولة المايكرو أرغانيزم رح يحاولوا يمنعوا اي مايكرو أرغانيزم غريب يفوت على الجسم ليه؟ عشان يضل الأكل والمساحة إلهم لو فاتي اشي ثاني رح ينافسهم على الأكل والمساحة فبالتالي هي بتعمل منع للابورتونيستيك باثوجين انه يصير لها اوفر كروث اور كولونايزيشن عن طريق انها تنافسها على الأكل تنافسها على كولونايزيشن سايتس الأماكن ممكن تعمل فيها كولوني تعمل فيها مستعمرة فبصير عندها كولونايزيشن ريزيستنس برضو عن طريق انها تنتج مواد معينة اسمها بكتيريوسين ما هي هذه البكتيريوسين هي عبارة عن بروتينات تشتغل ضد البكتيريا فبقول عنها أنتي بكتيريا البروتينز مين بنتجها هذه البكتيريوسين؟ أنواع معينة من البكتيريا زي مين؟ زي الإي كولاي زي السودومونس زي الباسيلس شو اسم البكتيريوسين اللي بتنتجه الإي كولاي؟ كوليسين هذا البكتيريوسين لما أجي أقارنه بالأنتيبيوتيكلي أنا بصنحها اللي هي عبارة عن مادة كيميائية تشتغل ضد البكتيريا لكن أنا بصنحها عن طريق أني بشتقها من مايكرو أرغانيزمز بتعيش جوه التربة زي البكتيريا والعفن لما أجي أقارنهم بعض رح ألاحظ أن البكتيريوسين أقوى لكن بتشتغل على نطاق ضيق يعني هاي البكتيريوسين ما بتقتل كل البكتيريات ما بتشتغل ضد كل البكتيريات لا ضد بكتيريات معينة ويتستخدم إلى الإبيديميولوجيكال بكتيريال تايبينغ بينما الأنتي بايوتيكس اللي أنا بصنحهم اللي هم عبارة عن مواد كيميائية من الأمثل عليهم إشي اسمه كوليستين هذا مضاد حقيقي اسمه كوليستين لاحظوا الفرق كوليستين مين بنتجه إيكولاي كوليستين اللي فيها تي أنتي بايوتيك كوليستين بكتيريوسين هاي الكوليستين الأنتي بايوتيكس هو بستخدمه كخيار أخير لما بدي عالج مريض سبب المرض عنده الميرسا ميرسا هو عبارة عن ملتي دراج رزيستانت جرام نيجاتيب انفكشن رح نحكي عنها لقدام كثير برضو هاي الأنتي بايوتيك لسبوتن تشتغل على نطاق أوسع وبستخدمها لعلاج البكتيريا الانفكشن أهم نقاط تركز عليها اللي هي موضوع الكوليستين هاي زائد إنه البكتيريوسين ليش باستخدمه إبيديوميولوجيكال بكتيريال تايبين يعني ما باستخدمه للعلاج باستخدمه للدراسات وهذا سؤال إجاء السنة الماضية إنه وكان الجواب إنه الانتي بايوتيك يستخدم لعلاج البكتيريال انفكشن غلط هو الانتي بايوتيك في المضادات الحيوية باستخدمها في حال كان مسبب المرض عند الإنسان بكتيريا مش بايروس تمام نكمل فإحنا حكينا منصنف هدول المايكرو أرغانيزمز عدة تصنيفات لأنهم كثاروا من تشريم في كل مكان حكينا عن أول تصنيف اللي هو حسب قدرته على إنه يعمل مرض ثاني تصنيف حسب السيليولاريتي تبعته هل بيتكون من سيلز ولا لا إذا ما بتكون من سيلز بقول عنه إيه سيليولار مايكروبس بطلق عليه اسم ثاني انفيكشواس بارتيكلس عليهم ثلاث أمثلة اللي هو البرايونز الفيرويدز والفيروسز طبعا رح نحكي عن كل إشي بالتفصيل لقدام بس بشكل سريع البرايونز هي عبارة عن ميس فولد بروتينات مرتبة بطريقة خاطئة هي عبارة عن مايكروبس أو انفيكشواس بارتيكلس يعني ممكن تعمل انفكشن عند الإنسان مثلا لكن لا يتكون من خلايا الفيرويدز هو عبارة عن سنجل ستراند ارن اي يعني بس جنتيك ماتيريال برضو ممكن تعمل انفكشن بمجرد مدخلة على جسم الإنسان لكن لا يتكون من خلايا وكذلك الفيروسز لكن ميزة الفيروسز انها المعلومة كثير مهمة شو يعني؟ يعني لازم هاي الفيروسز تفوت جو خلايا علشان تقدر تعمل انفكشن عند الإنسان لازم تفوت جو خلية لازم تطفل على إشي عشان تقدر تعيش هاي الفيروسز يعني ما بتشتغل ولا بتعيش إلا إذا فاتت جو خلية او بيكونوا سيليلر يعني بتكونوا من سيلز بحكي لهم مايكرو ارغانيزمز إذا ما كان عندهم نواة يعني نيوكلياس بقول عنهم بروكاريوتز زي الأركاي والبكتيريا وبرضو رح نحكي عنهم بالتفاصيل لقدام وإذا كان عندهم تروني وكلياس نواة بسميهم يوكاريوتز زي زي الإنسان نحن يوكاريوتز زي برضو الألجاي البرتوزوا والفنغاي الفطريات وكمان رح نحكي عنهم بالتفاصيل لقدام فمش هخوض فيهم كثير والتصنيف الثالث بناء على كيف هذا الباثوجين شو قلنا باثوجين معناه؟ هو المايكرو ارغانيزم اللي بيقدر يعمل باثولوجي كيف هذا الباثوجين أصلا بيعمل مرضه عند الإنسان؟ شو التكنيك تبعه؟ هل بفرز سوم وهذا السوم هو اللي بيعمل المرض عند الإنسان فهذه الطريقة يسمها مايكروبيا الانتوكسيكيشن ولا الباثوجين نفسه بفوجه جسم الإنسان ويتكاثر ويعمل عنده مرض وهذا المرض اسمه انفيكشواس ديزيز الطريقة الأولى انه الإنسان رح يبلع توكسن هذا التوكسن هذا السم أنتجته المايكروب انفيترو يعني بره جسم الإنسان فممكن مثلا بكتيريا اسمها ستفيله كوكاس تيجي تنتج سم على الأكل مثلا على الشورمة احنا ناكل الشورمة نتسمم أو فود بورن بوتيوليزم هذا مرض ثاني وتفر هاد رح يكون أقل وأبسط ضررا من الإنفكشواس ديزيز اللي بتفوت الباثوجين بتعمل لحالها مستعمرة جوة تعمل كولونايزيزيشن هون رح يكون المرض أخطر ممكن يؤدي للوفاة وهو الليدين كوز أوف ديث وورد وايد في كل العالم تحديدا بالديولوبين كونتريز وهو ثالث سبب للوفاة باليونيتد ستيب بعد الهارد ديزيز والكانسر هذا مش كثير مهم بقدر هاته المهم هذا الجدول كثير مهم لأنه إحنا ممكن نسمع أسماء أمراض ما نعرف شو سببها فمن الآن فصاعدها سكارلت فيبر الانثراكس الدبثيريا التيتينس الطايفويد الكوليرا الوبين كوف كل هادول عبارة عن انفيكشواس ديزيز سببهم بكتيريا هلأ كل الجدول مطلوب أهم يشي الأشياء اللي يحاط عليها مربعات واهم يشي بالأشياء اللي يحاط عليها مربعات بالنسبة للبكتيريا اللي هي الباسيلاري ديزينتري بالمناسبة هاي معلومة خارجية لكم هلأ عم بيضعط مطاعيم للطلاب الصف الأول والعاشر حتى إحنا أخذناهم يعني هاي مطاعيم من زمان اللي هم الدبثيريا والتيتينس الديتي اوكي هادول الدبثيريا والتيتينس اللي هم الدبثيريا والكوزاز بينعطوا لطلاب الصف الأول وطلاب الصف العاشر هلأ هادول عليهم ضج الناس ما ترضي تأخدهم لأنهم فكريتهم هم المطعوم الجديد المطعوم الجديد لسه لحد الآن لحد اليوم يعني ما نزل هو مطعوم الحصبة وليس مطعوم الدبثيريا والتيتينس هادول طول عمرنا مناخدهم صف أول صف عاشر طيب نكمل بالنسبة برضو للفيروس ممكن يعمل بعض الأمراض زي السمول بوكس زي الشيكين بوكس اللي اسمها الثاني الفارسيلا زي اللي هو الجدري زي الشينجلز الهيرب الزوستر اسمها الثاني اللي هو هذا الحزام الناري زي الميزلز اوكي الحصبة واسمها الثاني روبيولا وضروري نعرف الاسم الثاني او الجيرمن ميزلز اللي هي الحصبة الالمانية اللي هي اسمها الثاني روبيولا شايفين فالحصبة سببها فيروس المطعوم الحاليا بنعطى دبثيريا وتتينس سببه بكتيريا أصلا اوكي تمام واسباب الفنجاي اللي هي فطريات شو ممكن تعمل ممكن تعمل تينيا أو رينج وورم انفكشنز هاي اللي هي الفطريات مثلا زي فطريات القدم اللي بيكونوا عند البلبس وبواط رياضة وبلعب ورياضة لفترات طويلة او عند الحجيين اللي كبار بالعمر او الثرش اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هو ايش ممتازين طبقة بيضة بالتوم والكثير مهمة اللي هي برضو ييست فجاينايتس هاد حكينا السبب الاول لانه يعمل عدوى بالفجاينا اللي هو الفطريات وهي الفطريات نوحها خمائر ييست يعني الفطريات بقسمها عدة اقصام برضو رح ندرسها لقدام اذا كانت تتكون من خلية واحدة بقول عنها خميرة ييست اوكي من الامثلة على الخميرة اليست اللي هي الفطريات المخلية واحدة اللي هي الكانديدا البيكونز اللي اذا رحت على الفجاينا بتعمل ييست فجاينايتس اوكي برضو البروتوزوة ممكن تعمل عدة امراض زي الجايارد ياسيز تريكمينيسيز توكسو بلازموسيز كريبتو سبوردييسيز اهم اشي بهدول اللي هي الاميبيك ديزنتري يعني ملاحظ انه الاميبيك ديزنتري سببه بروتوزوة بينما البسيلاري ديزنتري سببه بكتيريا ملاحظ برضو التريكمينيسيز هاي هاي سبب ثاني للانفكشن in the vagina فهاي التريكمينيسيز بتصيب ممكن مثلا اكثر مكان اذا كانت بالفجاينا بقول عنه تريكمونس فجاينايتس اوكي فاذا السبب الاول للفجاينا فانجاي السبب الثاني للفجاينا بروتوزوة السبب الثالث للفجاينا بكتيريا رح نحكي عنه بنهاية هاد الملف او يعني بعد شوية مش بالنهاية بعد شوية اوكي هلا الالجاي اللي هي الطحالب نادر انها تعمل امراض لكن في مرض اسمه بروتوثيكوسيز تمام هذا ممكن يكون سببه الالجاي عند الانسان هلا هاد الجدول المهم بتحديدا اقولتلكم بسلاري ديزنتري اوكي اه اميبك ديزنتري تركو من ياسيز ييست فجاينايتس وبعد شوية رح نحكي عن البكتيريال فاجينوسيز ايجي سؤال السنة الماضية انه او اوه خلينا نحكي نحكي باي بكتيريا فكان مثلا من ضمن الخيارات عفوا مثلا فكانت الخيارات histoplasmosis واحد ثاني من الخيارات بابيوسيس واحد ثاني من الخيارات مونونيوكليوسيس فشو كان الجواب؟ كان الجواب بيرتاسيس فاذا انتو حفظين بيرتاسيس مهم تحفظوا الأشياء اللي عليها مربعات والأهم من الأشياء اللي هددت لكم من عليها مربعات هلا ليش احنا بهمنا اصلا كل هاي كل هاي السوليف يعني ماكروبات وكثيرة ليش بهمنا ندرسها لكثير اسباب انه هاي المايكرو أورغنزم بتعمل أدوار كثير مهمة في الحياة من ضمنها انها ممكن تعمل بناء ضوي واصلا هاي المايكرو أورغنزم تنتج أكسجين من البنات الضوي أكثر من النباتات زي مين زي نوع من أنواع البكتيريا اسمه ساينوبكتيريا والألجاي احنا حكينا عنها اصلا اللي هي الطحالب اوكي برضو هاي المايكروبس هي عبارة عن نقطة بداية الفودشينز السلسلة الغذائية ويسميها بلانكتون وهاي كثير مهم هاي الجملة شو هي اللي بلانكتون هي عبارة عن مايكروسكوبك يعني كائنات صغيرة ما بشوفها إلا تحت المايكروسكوب أوشين ليفنج مايكرو أورغنزم بتعيش بالأوشين بالمحيطات هلأ إذا كانت هاي البلانكتون تاكلها التيني أنيميلز الحيوانات الصغيرة بسميها فايتو بلانكتون وإذا كانت باكلها لارجر أنيميلز حيوانات كبيرة بقول عنها زو بلانكتون تمام؟ برضو النقطة اللي بعدية هو اللي كثير مهمة انه هذول المايكروبس بشتغلوا شغلة وبطلق عليهم اسم إذا بشتغلوا شغلة التحليل يعني بيحللوا الأشياء الميتة بقول عنهم سابروفايتس وهذا يجي سؤال انه السابروفايتس شو وظيفتها وشو بتشتغل هي بتعمل تحليل للأشياء الميتة للكائنات الميتة تمام؟ بعد محللت الكائن الميتة بتعمل يعني المواد غير العضوية اللي كانت موجودة جو هذا الكائن الميت بترجعوا للتربة لحتى النباتات يصير لها تمام؟ برضو هاي المايكرو أرغنيزمز اللي دخل بالألمنتال سايكلز يعني زي دورة حياة الكربون أو دورة حياة النايتروجين أو دورة حياة الأكسجين برضو لها دور بالووتر اللي هو تنقية المياه هاي المعلومة هاي بعدها برضو مهمة هادور بالديكومفوزيشن أو في اندسترال ويست زي النفايات النفطية كيف بتخلص منها؟ عن طريق بعض المايكرو أرغنيزمز اللي بتيجي بتتخلص من هاي النفايات النفطية طب مين هادول المايكرو أرغنيزمز؟ هم عبارة عن مايكرو أرغنيزمز عدلت عليهم جينياً فهم جينيكلي انجينيرد شو بسمي هادو الاشي بايو ريميديشن اوكي؟ وهائي كثير مهم هادو التعريف هو المهم بشكل اساسي اذا شو هوا البايو ريميديشن؟ هو عبارة عن استخدام المايكرو أرغنيزمز المصنعه جينياً لتخلص من نفايات الانسان بردو ممكن استخدامه في الاندستري في الصناعات اسمه بايو تكنولوجي لان انا بستخدم كائنات حية دقيقة حية بايو تكنولوجي صناعات حيوية زي بعض انواع الاكل مثلا الخبز بده خميرة شو هي الخميرة اللي هي يست اللي هي فطريات بردو في صناعة الكحول عند الكفار بردو في صناعة المواد الكيميائية وفي صناعة الانتيبيوتك بردو ممكن تستخدم في الصناعات الهندسة الجينية في تخصص كامل بالجامعة اسمه جينيتك انجينيرينج شو الجينيتك انجينيرينج انه انا بعد الجينيين على بعض الكائنات فبخلي هاي الكائنات قادر على انها تنتج مواد جديدة حسب الجين اللي انا حطيته فيها فممكن تقدر تنتج انسولين غروث هرمون انترفيرون او ماتيريالز معينة باستخدمها بالفاكسينز بردو ممكن استخدم هدول الميكرو ارغانيزمز از السل موديلز لانه السلة صغيرة فانا كيف ممكن ادرس السل ومكوناتها عن طريق ان يدرس هدول الميكرو ارغانيزمز بردو هدول الميكرو ارغانيزمز واشي كثير بهمنا كطباء هم ميكوز او ديزيزيز وهاي النقطة اللي بتهمنا احنا كطباء او كميديكال ستودنز انه هدول الميكرو ارغانيزمز اصلا شو بيعملوا امراض اوكي هلا انت مثلا قررت تختص مايكرو بايولوجي اذا بشكل اساسي اختصيت بدراسة الفيروسز فالعلم هاد اسمه فيرولوجي واسمك فيرولوجست بالبكتيريا بكتيريولوجي واسمك بكتيريولوجست بالفنقاي وهي كثير مهمة وايجي عليها سؤال اكثر من مرة لاحظوا ارهيني بحكي لكم الاشياء المهمة واللي بيجي عليها اسئلة يعين كل ايشي بشرحلكم اياه بس الاشي مهم بركز عليه وبقولك وهذا مهم فالمهم علموا عليه وهو المايكولوجي شو المايكولوجي دراسة الفنقاي اللي هي الفطريات اسمه مايكولوجست باراسايتولوجي من اسمها باراسايت دراسة الطفيليات سواء كانت هاي الباراسايت بروتوزوة بدايات او ارثروبوتز مفصليات هادول المفصليات نوع من انواع الحشرات المقرفة زي القراد اوكي استغفر الله طبعا يعني كلها خلق ربنا الحمدلله عني او هيك بس برضو الشي مش المهم والهلمنتس اللي هي الديدان هادول الثلاث عبارة عن طفيليات ممكن يعملوا امراض عند الانسان ودراستهم اللي هي اسمها باراسايتولوجي اوكي اذا درست تحديدا هادول المفصليات الارثروبوتز الانسكتس الحشرات هادا اسمه انتومولوجي وهادا برضو مهم وايجا سؤال اوكي اذا درست البروتوزوة اللي هي الاولى هاي اسمه بروتوزولوجي اذا درست الالجاي هاي فايكولوجي اذا درست الاصنمايكروبز المايكروبات القديمة هادا اسمه باليو مايكروبيولوجي يوهاي هاي مهمة كلمانو sharing واذا درست المايكرو ارغانيزم الموجودة جو الحيوانات هاي اسمها veterinary 마يكروبيولوجي فانا بقدرس المايكروبز that Infect Animals أو Zonosis أي تعني ذو زονيك توزيزز الامراض التي تنتقل الى الانسان عن طريق الحيوانات ليش؟ عند الحيوان بنتقل للإنسان عن طريق كات عن طريق دوغ فهذا برضو كثير مهم هدول الأربعة اللي حطت عليهم اسهم هدول كثير مهم هلأ بالمايكروبيولوجي دائما مهم نعرف العلماء فعندنا دائما نفقرة بالفيرس اسمها العلماء مهم تركزوا على أشياء رحك نركز عليها أول عالم اسمه ريدلف هذا إلو علاقة بثيوري اسمها بايوجينيسيز فشو وظيفة الاختراع او شو الإشي يعملو ريدلف هاد او فيرتشاو اللي هو البيوجينيسيز شو هو البيوجينيسيز؟ إنه الإشي الحي ما بيجي إلا من إشي حي كان في نظرية اسمها إيه بايوجينيسيز إيه يعنيا نفي إيه بايوجينيسيز يعني تنفي هذه النظرية إنه بشكل سبونتاني وصلي بشكل عفوي صار تكون للأشياء الحية من أشياء غير حية يعني طاولة بعدين صارت مثلا فجأة فراشة فهي الايه بايو جينيسيسيسيسسس ما علينا اشدخل فيها البيو جينيسيسسس ان انه الاشي الحي مثلا انسان بولد انسان مين سببه؟ او مين اللي حط هذهالثيوري واحد اسمه ريدلف فير تشاو اوكي ثاني عالم هاد كثير مهم اسمه آنتون فان ليونهوك حتى هو مش عالم هو عبار عن خبير اقمشة خبير الاقمشة بتطلع على القماش فهيجه زي اخترع خلينا نقول عدسه هاي العدسة صارت تشوف الاقمش بشكل كويس فهو أول من شاف البكتيريا والبروتوزوا فهو يسموه الـ Father of Microbiology فمن أبو المايكروبيولوجي كله؟ أنتون فان ليون هوك يعني واحد مش عالم مش دارس مايكروبيولوجي أصلاً وسموه أبو المايكروبيولوجي ليش؟ لأنه اخترق عدسة عشان شغله عشان الأقمشة بهاي العدسة شاف البكتيريا والبروتوزوا هو أول واحد شافها هاي العدسة Single Lens يعني عدسة واحدة مايكروسكوب وبتكبر 200 إلى 300 مرة هاي المعلومة رح نعيدها بعد شوية فمش غلط تحفظها من أصلاً أهم شغلة بهاي الفقرة من أبو المايكروبيولوجي؟ أنتون فان ليون هوك البعض هو لويس باشتور هذا لويس باشتور له كثير انجازات من ضمنها انه هو دخل بالالكوهوليك فرمينتيشن اللي هي تخمير الكحول لما اجا يدرس تخمير الكحول لاحظ ان الكحول فيها بعض الأشياء اللي ملوثيتها لما شو هي الأشياء اللي ملوثيتها اللي هي عبارة عن المايكرو أرغانيزم برضو هو اللي قال عن المايكرو أرغانيزم زيابة تكون ايروبس أو ان ايروبس ايروبس يعني بحاجة الأكسجين عشان تعيش ان ايروبس يعني داش أكسجين ما بدها أكسجين عشان تعيش برضو هذا لويس باستور من اسمه باستور فعمل عملية اسمها باستورايزاشن شو الباستورايزاشن انه يسخن الاشياء لدرجات حرارة عالية لحتى يكون قادر على قتل الباثوجينز لاحظوا مش المايكرو أرغانيزم الباثوجينز تحديدا يعني بس المايكرو أرغانيزم القادرة على تسبيب أمراض تمام؟ طيب ليش هو عمل كل هاي العملية؟ علشان يتخلص ان الباثوجينز اللي راح يتخرب الكحول بس يعني هو كان بده ينقذ صناعة الكحول ويخفف من الخسائر الاقتصادية لخراب وفساد الكحول فاخترى عملية الباستورايزاشن انه بسخن الكحول لدرجات حرارة 55 سلسيوس بعدها بيخليها لهاي الدرجة لعدة دقائق حاليا هم بسخنوا السوائل بس لدرجة 63 سلسيوس او 65 سلسيوس لمدة 30 دقيقة او 73 سلسيوس او 15 ثانية اذا هاي هي الباستورايزاشن بسخن الاشي عشان مين تقتل؟ الباثوجينز اوكي اكتشف شو هم مسببات السلكورم وكيف يحمي الانسان منهم او شارك وساهم جيرم 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 الربص محددة ستكون امراض محددة اوكي الاهم من كل هذا الاشي بسخن المباشر اهم من كل هذا الاشي أنه هو اللي ساعد بتصنيع الفاكسين اللي يعالج الانسان من الريبز هو الريبز الكلب انتقل الانسان عن طريق الكلب فهذه اهم نقطة عند مين عند باستور كل هذه النقاط مهمة لكن اهم نقطة هاي وثاني نقطة مهمة انه في عملية باستوريزيشن اللي بسخن الاشي بقتل مين الباثوجينس مش المايكرو ارغانيزمس العالم اللي بعده اسمه جوليس بتري من اسمه بتري هذا اخترع اسمه بتري ديش هو عباره عن صحن قزاز او بلاستيك اسمه بتري ديش انا من خلاله بعمل كروث للبكتيريا بعمل كروث للبكتيريا عفوا انقطع صوت بعمل كروث للبكتيريا على سوليد ميديا دقيقة ارجيكم هذا البتري ديش شوفوه هذا هو شايفينه هاد هذا هو البتري ديش بس صحن هيك بحط هون عليه ماده هلا رح نحكي عنها و بزرع عليه المايكرو ارغانيزمس بس صحن ممكن يكون قزاز ممكن يكون بلاستيك مين العالم اللي اوجده جوليس بتري فسموه على اسمه بتري ديش العالم اللي بعده او العالم اللي بعدها اللي هي فاني هس هاي فاني هس هاي فاني هس ها هي اللي لاقت شو نحط جوه هاد الصحن زمان كانو يحطو شرائح بطاطا بطيطو سلايسيس بس هاي ما كانت تعمل ميكرو ارغانيزم لا تنمو على البطاطا بشكل كويس مرات كانو يحطو ماده جيلاتينيه جيلاتين لكن هاي كانت الذوب عند درجات حرارة معينة فما كد استفيد منها لان في بعض المايكرو ارغانيزم بدا درجات حرارة عالية جدا فاذا ذابت الماده اللي بدي ازرع عليه المايكرو ارغانيزم شو استفدت فهيجة هاي فاني هز قالت تعالوا نستخدم الأغار الأغار هو عبارة عن بوليسكرايد يعني سكريات مأخوذة من السيويد أو الرد الجاي تحالب حمراء فهو استخدمته وحطته جوه هذا البترايدش ونزرعت عليه المايكرو أرغانيزم زي البكتيريا العالم اللي بعده اسمه أغنس هذا أغنس هو أول واحد قال انه لازم الناس تغسل إيديها ليه؟ لأنه كان هو بيشتغل به عنبر ولادة ففيه عنبر على اليمين وعنبر على اليسار لاحظ انه العنبر على اليمين أو على اليسار عادي واتفر انه واحد العنابر يعني دائما بيموتوا فيه الأطفال اللي بنولده حديثا يعني امه هلأ ولدته بيموت بينما العنبر الثاني لا هاي الأولاد بظلوا عايشين فاكتشف انه القابلات الموجودين بالعنبر الأول ما عم بيغسلوا إيديهم فعم بقلوا الأمراض فعم بيموت البيبي اللي بنولد حديثا اوكي فبقول لك الهان الظلوشين كثير مهم اللي هو إغنس مش كثير مهم هذا الاشي صراحة اوكي اهم اشي بهذه العلماء رودلوف نظرية البيوجينيسيس انتوني اللي هو الفاثر اوف ميكروبيولوجي لويس باشتور اللي هو الريبيز فاكسين اوكي وهلأ روبرت كوخ روبرت كوخ كثير مهم اول اشي هو اللي قال انه في بكتيريا اسمها انثراكس باسلس هي السبب لمرض الانثراكس مرض الجمرة الخبيثة كيف قدر يثبت انه هاي البكتيريا هي سبب هذا المرض عن طريق تجربة اسمها كوخ بستيولات وهلا رح نشرحها اوكي برضو اكتشف انه هاي البكتيريا اسمها انثراكس باسلس بتنتج سبورز ابواغ هاي او مش ابواغ ثقوب هاي الثقوب بتخلي البكتيريا قادرة انها تقاوم الظروف الصعبة اللي بتعيش فيها كيف يعني البكتيريا بيكون في جدار الها بتعمل ثقوب بهذا الجدار بالظروف الصعبة فبتصير تفوت كمية اكل اكثر فبتصير تحافظة على حياتها لمدة اطول اوكي وبرضو اكتشف مثد يعني آليات بيعمل فيها باستوى كمية اللي بتحافظة بالبكتيريا يعني بيثبت البكتيريا على سلايد بصوغ البكتيريا ويصور البكتيريا ويشوفها اوكي وبرضو اكتشف او طور آليات لحتى يعمل كالتفات يزرع هذه البكتيريا على سلايد ميديا وياخد بيور كالتشر شو يعني بيور كالتشر يعني صاها شفت هاد البترايدش هاد بزرع عليه لكن بكون عليه نوع واحد من البكتيريا بكتيري كتيري لا يوجد بريك ويقوم بعمل بريكو بكتيري فيبروكولوسس بريكو بكتيري بريكو بكتيري فقال لك هاي البكتيريا بتنتج بروتين انا بدور عند الانسان على هذا البروتين اذا لقيت هذا البروتين معناها ايش هو عنده تيوبركولوسيس كيف بدور على هذا البروتين عن طريق سكن تست فحص لجلد اهم اشي بروبرت كوخ هو الاتي انه قدر يعمل بيور كالتشر واحد انه عمل اشي اسمه كوخ بوستيوليت فاثبت انه الانثراكس بسلس هي سبب الانثراكس كوخ بوستيوليت اللي هي هاي كان في مثلا السك انيمل مثلا فار مريض بمرض معين اخذ منه عينه سواء عينه بلد عينه اخذ منه عينه واجه ازرع هاي العينه وشو قلنا عينه شو مالها لما يزرعها شو بتكون بيور كالتشر يعني تتكون من مايكرو ارجنزم واحد بعدين مسك هذا المايكرو ارجنزم وحقنه في حيوان اخر لما حقنه في الحيوان الاخر الحيوان الاخر انصاب بالمرض فاثبت ان المايكرو ارجنزم اللي كان موجود عند هذا الحيوان لما زرعته وحقنته بحيوان اخر وصار مريض معناها هذا الميكرو أورغانزم هو سبب هذا المرض وانتنعمل هاي البروسيجر انفترو شو قلنا انفترو؟ فيترو يعني برج جسم الإنسان يعني باللاب فهي الكوخ بستوليت وكثير مهمة أصلا هاي من أهم معلش لخربشة هاي هاي من أهم التجارب اللي صارت بالمايكروب بيولوجي تمام فهي أثبتت أنه بعض المايكروب سيبروفل إنه بعض المايكروب سيبروفل سبب لها لكن لكل قاعدة شواذ ولها هاي التجربة لها شواذ في بعض الكائنات أو المايكرو أورغانزم اللي ما قدر كوخ إنه يشتغل عليها زي مين؟ زي بعض الباثوجينز اللي ما بتعيش أصلا على أرتفيشيال ميديا يعني ما بتعيش على هاي الصحم ما بتعيش على هاي البيئة زي مين؟ زي الأبليغيت انترا سيليلر باثوجينز يعني كائنات ضروري وإجباري لازم تفوت جو خلايا انترا سيليلر علشان تقنير تعيش زي الفيروس إذا حكنا عنهم نقول شوي فهم هدول الباثوجينز can survive and multiply only with the living hostil جو خلايا emberionated chicken eggs or in certain animals ببعض الحاوانات زي مين؟ زي الفيروس زي الريكيتسياس زي الكلاميدياس اوكي؟ هاي اول استثناء او اول ايشي انا ما بقدر ازرعه على هاد الصحن ثاني مايكروبس ما بقدر اصنحهم على هاد الصحن اللي هم الفستيدياس مايكروبس يعني مايكرو ارغانيزم زي اللعين بدهم نيوتريشينا ريكويرمنتس وسبشال يعني اشياء خاصة ومحددة يعني ما بياكلوا بيشربوا زي باقي مايكرو ارغانيزم لا بدهم اشياء معينة يا كروها بدهم درجات حرارة معينة زي مين؟ زي المايكو بكتيريام لبري قبل شوي حكينا مايكو بكتيريام تيوبركولوسيز هاي شو بتعمل مرض السل تيوبركولوسيز هاي مايكو بكتيريام لبري شو المرض اللي بتعمله؟ ليبروسي هاي وين بتعيش؟ بالفوتباد أوف ارميدولز هاي المدرعات كائنات حي مدرعات دعني ارجيكم اياهم برضو شكلهم مش ولابود عندي مش كلمة الحيوانات ماشي هاي هم شايفين هم هات؟ هاي هات؟ ارميدولز اوكي فبتعيش هاي المايكو بكتيريام لبري جواتو طبعا هاي كيف تزرحها على الصحن هذاك؟ هاي كثير مهم تحفظوها هاي برضو هاي مهم تحفظوها انه في بكتيريا هاي البكتيريا بتكون على شكل لولبي فبقول عنها سبايروشيت هاي البكتيريا بتعمل مرض السيفلس اللي هو مرض الزهري المنطق الجنسيا شو اسمها هاي البكتيريا؟ تريبينيما باليدم وين بتعيش؟ بتعيش بالتستيس برضو هاي مهم نعرفها فالتريبينيما باليدم مايكو بكتيريام لبري فيروس هاي كلميديا كلها دول ما بقدر ازرحهم في اللاب فما بقدر اثبت عليهم او اشتغل عليهم كوخس بستيولات اوكي؟ برضو بعض الباثوجينز هاي ممكن يصيبوا الكلب او القطة او الفار بس ما بيصيبوا الانسان فبالتالي انا لو حطيتهم بالفار ممكن يعملونه مرض بس مش بالضرورة يعملوا مرض للانسان او ممكن يعملوا مرض لحيوانات معينة او السينارجيستيك انفكشن هو معناه انه انا وانتي منعمل شغل احسن من انتي لحالك او انا لحالي انا لحالي ممكن اشتغل شغله بس بتظل مش زي لو انا وانتي مع بعض او ميكروبيا الالتريشن دورين ان فيرو كالتيفاشن يعني بصير تغييرات التريشن بالميكروبات خلال الان فيرو كالتيفاشن خلال الزراعة اللي جوا اللاب بقول لها فيترو يعني بره جسم الانسان يعني جوا اللاب فبتصير هاي الميكروبس لس يعني اقل مسبب للمرض او متعملش مرض من المرة هلأ اقول لها سينارجيستيك ريليشن هاي برضو اصلا رح نعيدها لقدام بس رح نمر عليها على السريح انه ايش انه بكتيريا زائد بكتيريا ثنتين مع بعض بيشتغلوا شغل احسن من لو كل واحدة لحال وعادة هاي بصير ممكن عند الانسان فبسميه بولي مايكروبيال انفكشن يعني اكثر من مايكروب مع بعض بعملوا انفكشن عند الانسان اكثر من مايكروب يعني قداش اكثر او يساوي اثنين مايكرو ارغيريزم اوكي هدول توكذر وكمبايند بيعملوا ديزيز هذا ديزيز يقدر تعمله بكتيريا واحدة منهم لحالها فشو بقول عنه بولي يعني متعدد بولي مايكروبيال انفكشن يعني اكثر من مايكروب مع بعض او سينرجيستيك انفكشن زي مين زي الميكست أورال بكتيريال سبيشيز يعني عدة بكتيريا موجودة بالأورال كافيتم تعمل هناك انفكشن زي مين هدول المايكروب زي الفيوسي بكتيريام استينومايسيز سبايروشيتس هدول عند الانسان اسمه اكيوت نيكريتايزنج الجنجيفيتس هدا التهاب باللثة ممكن يعمل فينسنت انجاينا او ترينش مالث هاي حسب باي مرحلة معينة بوصل هدول البكتيريا يعني اي منطقة معينة بالتوم لا وين بنزلوا بالضبط بيعملوا هاي الامراض اللي بهمني اللي هي النقطة الثانية سوري اللي هي هاي النقطة ميكست فاجينا البكتيريال سبيشيز عدة انواع من البكتيريا جو الفاجينا بتعمل انفكشن زي مين زي الجاردينيلا زي الان ايروبس فبيعملوا ايش اسمه بكتيريا الفاجينوس فهيك صورنا دارسين تلات اشياء بخصوص الفاجينا انو ممكن الفاجينا تيجي الكانديدة اللي هي عبارة عن يست اللي هي عبارة عن فانغاي اللي هي عبارة عن فطريات تفوت عليها وتعمل التهاب اسمه يست فاجينايتس او بروتزوة اللي هي بدائيات اللي هي براسايت اللي هي طفيليات اسمها تركومينوس برضو تعمل فاجينايتس او مجموعة من البكتيريا اكثر من بكتيريا مع بعض بيعملوا بكتيريال فاجينوس اوكي هاي فقرة ممكن يجي عليها سؤالين او سؤال عفوا انو من الامثلة او سينرجيستيك او سينرجيستيك انفكشن يضع لك عدد امثلة او المثال الصح يكون بكتيريا هون ممكن يجي سؤال انو مجموعة من الامثلة كلياتهم لازم بشكل الزامي يعيشوا جوا خلايا ما عدا فلازم يكون الخيارات فيروس او ركتسيكلميديا الرابع هو الجواب اذا بدون يكسب او مجموعة من الامثلة اوكي تمام المايكروسكوب المايكروسكوب هو الجهاز اللي زي هاي الصورة اللي انا بشوف فيه ايش بشوف فيه المايكرو ارغنزمز تمام هذا المايكروسكوب بالبداية بنا نعرف عدة مصطلحات مهمة بالنسبة لنا عشان نفهم المايكروسكوب بشكل عام ايشوه هو المايكروسكوب اوبتيكال انسترومنت يعني بستخدم عيوني عشان اشوف من خلاله بشوف ايش الاشياء الصغيرة تني اوبجكت اللي ما بقدر اشوفها بعيني بالنسبة لنا هذا المايكروسكوب فيه عنده عدسات من فوق هدول اسمه هون جوا هاي العدسة راح يكون فيه مصطرة هاي المصطرة اسمها أوكولر مايكرو ميتر فهي تني رولر مصطرة صغيرة موجودة بالأي بيس بالأوكولر بالكومباوند لايت مايكروسكوب هلا راح نحكي انه هذا نوع من انواع المايكروسكوبات ليش هاي المصطرة موجودة لانت وانت بتطلع المايكروب قالت غيس السايز اوكي وين بالكلينيكال مايكروبيوليجي لاب طب هاي المصطرة كيف بعايرها يكون موجودة عند الستيج اللي هو هاد اوكي اسمه استيج مايكرو ميتر فهو عبارة عن الماكورينج ديفايس ويستعمل اوكي دقيقة ورجيكم صورته هاي شفينو بحطو عند الستيج هاي زي مصطرة وبعمل علي معايرة للمصطرة الموجودة بالعدسة هاد مش مهم بقدر الشغلة اللي هلا بنحكيها الهو الريزوليوشن الدقة او الريزولفنج Page دقته بشكل أقل لانو ما قدر يشوف النقطتين ونقرت فالريزوليوشن هي اقل المسافة بين النقطتين تجعل النقطتين فعلاً نقطتين ويستطيع الوبزيرفر يشوفهم فهاي الريزوليوشن كثير مهمة رجاء نتركز بالشريح تبعه انه نقطتين لساتني شايفهم نقطتين اقصر مسافة بين هؤلاء النقطتين بشوفهم نقطتين الماجنيفيكيشن اللي هو تكبير مايكروسكوب انه بيعطيك صورة هاي الصورة اكبر الحجم الحقيقي لا الاشي اللي انتحاطه هذا اشي طبيعي بس كل ما انت عملت ماجنيفيكيشن اكثر كل ما انتحتاجت ضو اكثر يعني انت بدك ضو اكثر عشان تكبر الصورة اكثر واللي بعدها لهي الامريكا الابريتشر لهي the amount of light that go through the condenser to your eye ability to gather the light يعني قديش تضور رح يفوت عيونك عن طريق الكندنسر في هون زي جزء معين نايكروسكوب اسمه condenser وظيفة هذا الجزء انه الضو اللي يطالع من هون يعمله فوكسنج يعني يصلط الضو بس على العين اللي هون كمية الضو اللي بتمر عبر الكندنسر وبتمر عبر عيونك هاي سمن يمركو الابريتشر تمام؟ طيب من اهم؟ الدقة ولا الماجنيفيكيشن اللي تنام مع بعض مثلا الماجنيفيكيشن اللي حاله يعني انا بكبر بكبر ومش قادر اشوف الصورة وشايفها بكسلة او شايفها بلري هيك مش واضحة مش مبين العوالم فيها شو استفدت فبالتالي انا بهمي التنتين مع بعض طيب لو زاد التكبير بس ما زاد الريزوليوشن ما زادت الدقة شو هاد اسمه اسمه انتي ماجنيفيكيشن يعني انا كبرت على الفاضي اوكي كبرت الصورة بس انت مش شايف ولا اشي ليش مش شايف ولا اشي لانه النقطتان مش مبينين نقطتان مبينين نقطتان مبينين نقطة واحدة اوكي فااذا عشان تكون صورة كلير واضحة وتبين الديتيلز تبعونها شو بعتمد على ايش على الريزوليوشن وعشان اشوف التفاصيل الصغيرة شو بعتمد على الماجنيفيكيشن فالتنام مع بعض مهمين طيب شو الاشياء اللي بتقلل الريزوليوشن اول شي يمركي الابريتر او بجكتيف لينس انت كوندينسر يعني كوندينسر بقدر يصل الضو كيف الضو ماشي كيف فضل الضو هذا الضو شو الويف لينث قداش طول الموجي تبعه لانه في اطوال موجية رح تحكمني هلا رح نيكي كيف بنفس الوقت يعني كداش جودة العين اللي انا قاعدة اصلا بشوفها تحت المايكروسكوب تمام؟ هلا برضو في اشي اسمه المترك سيستم اللي هو النظام المتري اللي درسناه بالمدارس دايما اللي هو يعتمد على الوحدة الاساسية اسمها متر اوكي هذا المترك سيستم أنا باستخدامه في الميكروبيولوجيا عشان مشغل حجم الميكروبات ميجبت على الوزن العضل و او او برضو Taking kit هذا الجهاز الأمر إنا قاعدت الحجم من عينا أو الهوةة 大的 magnifying length أو التلسكوب أو الميكروسكوب فالنظام المتري يقيس さه يقيس حجم الميكروب و يقيس ذقة الجهاز لأشيبي انا في الميكروب او الرك loc مهم نعرف هذه البيحات و مهم نعرف هذه الأرقام و مهم نعرف نحول سؤال تحويل من الكبير لصغير و كيف تدرب أخرى من الكبير للكبير تقسم من متر لبيكومتر من الكبير لكبير تقسم الأمن هي القائمة 1ة متر 1د họ 3vos 9 9 19 19 20 17 أكبر الأ成长 تقريبا حجمها ستكون مايكرو متر لما نقيس البكتيريا والبروتوزوة بأي وحده مايكرو متر مايكرو متر ؟ هي عبارة عن براسايت وفيليات دكوة مخلية واحدة يونيساليلور سوف نحكي عنه بتفصيلها قدام بجميع الأحوال بكتيريا بروتوزوة مايكرو متر قلنا علم دراسة البروتوزو ممتاز إذا كانت البكتيريا الدائرية سفيريكا الدائرة سميها كوككاي هاي بالعادة بتكون واحد مايكرو متر بالديامتر يعني لو حطيت سبعة كوككاي جنب بعض بيعبو ربي سي اوكي إذا كانت البكتيريا الروتشيب يعني زي العصاي زي هيك بسميها بس اللاي هاي العصاي بداي يسئلها طول بداي يسئلها عرض فالعرض طبحها واحد مايكرو متر والطول ثلاثة مايكرو متر شو احفظ؟ احفظ انه إذا البكتيريا سفيريكل أو كوكاي دائرية بداي يسئلها الديامتر إذا بس اللاي يعني رودشيب يعني عصاي بداي يسئلها العرض واللونج الطول اوكي الفانقاي مايكرو متر يعني الأرقام مش كثير تهتم الفانقاي لي الفطريات مايكرو متر هاي الفانقاي يا بتكون تتكون من خلية واحدة يونيو سيئلور قولنا اليست الخمائر زي الكانديدا اللي قولنا عنها قبل شوي هاي كيف تتكاثر؟ تتكاثر عن طريق البودنج التبرعم يعني مثلا هيك بتكون هيك بتطلع منها برعم صغير زي هيك هون عجنب سبتا ما لا هاي المولدز يا بتكون سبتات يعني مقسمة زي كيف مقسمة يا بتكون اي سبتات غير مقسمة ما فيها سبتات و المحور يؤس بها سبتة لماذا يكون يعرض الايه سبتات فالفيروس تقيس بالنانومتر ما هي النانومتر ؟ 10 أس سالب 9 م فالفيروس يقيس بالنانومتر مع ان بعض المهمة مثل الإيبول اموريجيك فيفر يقيس بالمائكرومتر لان حجمه 1 ميكرومتر مهم نحفظ الآتي بكتيريا مايكرو متر إذا كانت دائرية بقيس الديامتر إذا كانت طولية بقيس الطول والعرض أكثر واحدة عريضة بالفنجوي اللي هي الأسبتات مولد اللي هي العفن اللي غير مقسم والفيروس إذا بقيسها بالنانومتر معدل إبولا شماله بالمايكرو متر أهم معلومة هاي هادي الجدول المساعشان يقول لك أن الفيروس تقيس له الديامتر هذا تقيس له الديامتر و الوث اللينث الاخري هلا هذول المايكروسكوبس اللي احنا بهمونا بالمايكروبيولوجي لهم عدة أنواع أول إشي السيمبل مايكروسكوب تقومه من عدسة واحدة only one magnifying lens هلا هذا يعني زي العدسة المكبر اللي هي الدائرة بتكبر من ثلاثة لعشرين مرة ما عدا اللي هي العدسة تبعت الليون هوك اللي حكينا عنها قرب شويش قلنا اهم شي نحفظ عنه انه اشماله اللي هو father of microbiology هذا بيكبر شو يعني magnifying power 300 يعني ان الصورة اللي انا بشوفها بالعدسة اكبر بمقدار 300 ضعف الحجم الاصلي للعينة اوكي ثاني نوع المايكروسكوب compound يعني متكوم من اكثر من اشي هذا اذا سيمبل مايكروسكوب عدسة واحدة كمبايند مايكروسكوب اكثر من عدسة فهو عبارة عن مايكروسكوب فيه more than one magnifying lens طيب شو مصدر الطاقة اللي رح يشع على العينة و انا اشوفها رح يكون visible light ضو مرئي from built in light bulb فيهون زي لمبة هذه اللمبة بتطلع ضو هذا ضو بيجي على العينة فهي ضو انا بشوفها تمام فاذا شو مصدر ال Illumination من هنا جاي من built in light bulb اللي هي لمبة مزروعة او يعني محطوطة جوا المايكروسكوب نفسه طيب شو ميزة هذا visible light انه طول الموجي تقريبا 45% مايكرو متر اي اشي اقل من نص الطول الموجي هاد smaller than half of the wavelength ما بقدر اشوفه بالcompound light microscope يعني مثلا اشي حجمه اقل من 2 مايكرو متر ما بقدر اشوفه بالcompound light microscope لازم استخدمه اشي ثاني اي اشي ثاني مختلف هذا الcompound light microscope كمان بيقلل practical limit of resolution اوكي تمام resolution تبعه الف مرة احسن من الanaided human eye الصورة بتطلع بشوفها عن طريق اللنسس هدول بحط عيوني هون بشوف الصورة شو هدول اللنسس اسمهم ocular lens لانه مقاربين من العين ocular فهم موجودين بال eye piece يعني الجزء اللي انا بحط عليه عيني هون جوه ال eye piece فيه عدسة اسمها ocular lens هاي العدسة وظيفتها انها تكبر صورة العيني بمقدار 10 مرات فال magnifying power تبعتها 10 و هون هدول اربع عدسات اسمهم objective lens شايفين هدول هاي واحدة هاي واحدة هاي واحدة وفيه واحدة لورا هدول الاربع عدسات بلفلفهم هاي الدائرة بلفلفها و بختار نوع العدسة البيدية اول عدسة بتكبر اربع مرات اسمها scanning lens و هاي بالعادة ما بستخدمها بال العدسة الثانية بتكبر 10 مرات بسميها low power lens هاي بتهمني عشان بس ال first observation عشان هيك اني اطلع التطليع الاولية بشوف من خلال البكتيريا البكتيريا العدسة الثالثة بتكبر اربعين مره اسمها high dry ليش dry لاني ما بستخدم اشي سائل شو بدرس فيها الفنجاي الالجايب روتزوة واللاج مايكرو ارغانيزم العدسة الرابع بتكبر 100 مره بس اسمها oil emergent شو يعني oil emergent يعني انا لازم احط نقطة من الاويل من زيت معين على العينة فبتصير العينة زي مرطبة وبشوف باستخدام هاي العدسة اوكي؟ تمام؟ طيب فاذا انا بال compound light microscope سميته compound لانه فيه اكثر من عدسات عدسات عند العين اسمها ocular lens و عدسات هون اسمها objective lens كيف بقدر احدد magnifying power of the compound light microscope يعني كم مره بتكبر بكبر حسب العدسات هون بكبر 10 مرهات ولو مثلاً حطيت العدسة الاولى بكبر اربع مرهات بضرب 10 في اربعة اربعين فالتوتال magnification التكبير الكلي هو التكبير الناتج من الوكيلر lens ضرب التكبير الناتج من الobjective lens مثلاً اربعة في عشرة اربعين اللو باور عشرة في عشرة مية الهاي باور او الهاي دراي قلنا اربعين في عشرة اربع مية الاول امرجن مية في عشرة الف هذا الجدول كثير مهم وبيجي عليه سؤال كثير مهم كثير 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 مهم تمام؟ اوكي طعم فعشان هيك احنا منقول بشكل عام compound light microscope ماكسمم تبعه انه يكبر الف مره اكثر من العين المجرد هذا light microscope لعدة انواع النوع الاول اسمه bright field microscope هذا هو اللي يوجوالي منستخدمه في او الروتين اللي منستخدمه بالmicrobiology lab هون انه بس يعني زي هكي صورة بس بدل من الخلفية تكون صودة بتكون الخلفية فاتحة bright background بستخدمها عشان اشوف عينة ما فيها اشياء حية بتكون fixed مثبته على الزجاج stand مصبوغة و non living غير حية او الاشياء non stand غير مصبوغة ولكنها حية اوكي طب الاشياء اللي بصبوغها بصبغات اشملها basic stands وهي رح نحكي عنها باللاب شو بميزها ما رح احكيها علا اوكي النوع الثاني من compound light microscope اسمه dark field microscope شو ميزتو اني انا بشوفه على dark background انا غيرت نوع الكندنسر اللي قلتلكو عنه قبل شاية اللي بجمع الضو غيرت نوعه حطيت نوع اسمه dark field condenser فصورت اشوف العينة على خلفية لونها غامج هذا بستخدمه عشان اشوف living specimens تحديدا الحية اوكي بستخدمه بالmicrobiology lab عشان اشخص مرضين وهدول كثير مهمين لأس الزهر اللي قلنا عنه قبل شوي اللي يسمى ببكتيريا اسمها teropenema pallidum هاي البكتيريا شو مالها spiral او spiral sheet تقولنا لو لبية طب هاي teropenema pallidum شو معلها حجمها اقل من 0.2 مايكرو متر فما بقدر اشوفها بالbright field microscope لهو هات فما بشوفها الا بال dark field microscope وهي معلومة كثير مهمة اذا teropenema pallidum مهم بشوفها بس بال dark field microscope برضو مرض ثاني اسمه time disease هذا مرض ينتقل الى الانسان عن طريق انه تقرسه قرادة يعني مايكرو ارغنزم يفوت جوه الانسان هي عبارة عن بكتيريا هاي البكتيريا محمولة على قرادة حشرة اسمها قرادة اوكي شو اسمها هاي البكتيريا اللي جوه القرادة اللي لما القرادة تقرس الانسان بتفوت هاي البكتيريا على الانسان اسمها بورلية برضو spiral sheet يعني بكتيريا الاولابية شايفين كيف شكلها له لبي هون هاي تلوبينيما بل دم وهي البورلية شايفينها كيف سفايروشين تولبية تمام كيف يجين المريض بيجين المريض عنده اشي اسمه erythema migraines erythema يعني طفح احمر هايو شايفينه طفح احمر مالغرينز لانه جاي هيك دائرة حمرة من النص ودائرة حمرة وراها جاي زي bulls eye pattern زي عين الثور او زي target legion تعرفو هذا اللي نرمي عليه او زي هاي دوائر زي هيك بيجي هذا اللايم بالعادة بيكون بمكان بامريكا اسمه konikagat تمام النوع الثالث اسمه face contrast microscope كل هم هدول انواع compound light microscope اللي فيه نوعين من العدسات هاي يشوف unstand living microdinism غير مصبغات بس اشمال هم عايشين كيف وضعه المطبيعي وشوف الاشياء اللي جواهم زي الميتو kenderia lysozome golgi هاي مش مهمة بمحاضرة اليوم مهمة بالمحاضرة الجاي اوكي واخر نوع من انواع compound light microscope اسمه fluorescence microscope هادا شو ميزته مش احنا قلنا هون فيه لمبة وهاي اللمبة بتطلع visible light ميزة الفلوريسنس مايت تضوي اللي فيه ultraviolet light شو يعني ultraviolet light أشعة فوق بنفسجية لما يجي هاي الأشعة الفوق بنفسجية التمر عبر العينة او تقع العينة رح تيجي تعمل ستحفز certain دايز صبغات معينة وبيجمينتس انا بكون صبغة فيها العينة فبتظهر على شكل glowing على شكل ايش على شكل اشعاع شايفينو كيف فلوريسنس شعني هذا اللون الاخضر ما الفرق بين هذه الصورة و هذه الصورة هذه الصورة لا انا مش اخضر هنا بكون مشععة زي النيون اخضر فهذا فلوريسنس مايكروسكوب تمام وين بستخدمه كثير مهمة هاي المعلومة الفلوريسنس مايكروسكوب بستخدمه بالاميونولوجي لاب ليه؟ علشان اخلي الانتيبادي هو اللي يبين فانا بصبغ الانتيبادي بفلوريسنس داي و بشع عليه ultraviolet light بالفلوريسنس مايكروسكوب وبشوف هذا الانتيبادي فبشوف هالانسان كون هادو الانتيبادي يعني االية اشياء مناعية اوكي برضو بهمني عشان اشوف البكتيريا اسمها مايكوبكتيري توبركولوسي حكينا عنا قبل شوي بصبغها اسمها اسد فاست بسلس هاي رح نحكي عنها بالله فما رح تحكي عنها هلا وقولنا هاي مايكوبكتيري توبركولوسيس هاي شو بتعمل مرض لتيوبركولوسيس اوكي لهو مرض السن في بعض الميكرو ارغنزمز بتكون مشعلة لحالها يعني ما في داعي حتى اصبوخها تمام في نوع من انواع البروتوزوة لهي البدايات الطفيليات تذكروها هاي البروتوزوة بتعمل امراض جي اي بالجهاز الهضمي اسمها سيستو ايزو سفورا هاي صورتها او سايكلو سفورا وهاي صورتها فانت يا بتشوف البويضة تبعتها الاو او سايد او الكوكسيديانز او سفورزوة هدول كمان الاجزاء رح نحكي عنهم لقدام فما بدي اشرحهم هلا او في بعض الكولونيز مستعمرات نوع من انواع البكتيريا اسمها الليجونيلا او الليجونيلا نيوموفيليا من اسمها نيومو يعني بتعمل نومونيا بتعمل باللنج مشكلة فهي عبارة عن جرام نيجاتف بس اللاي احنا جرام نيجاتف المرة جاي رح اشرح لكم ايها شيني بس اللاي قولناها قبل شوي يعني عصاية شكلها اوكي بتعمل ووتربورن لجينيرا ديزيز نيومونيا يعني بتعمل التهاب رئيه عند الناس بنتقل عن طريق المي ووتربورن اوكي بس راح على بفرد تشاركول يست اكستراكت اقار يعني نوع من نوع الاغار اسمه بفرد تشاركول يست اقار هاي شكلها لجينيلا نيوموفيليا مهم نعرف بس اللي اسمه بالنسبه الي يعني بحس اهم اشي تعرفوا انها الهجينيلا نيوموفيليا صراحة اهم الاشياء اللي ركزتلكو عليها قبل الالكترو ميكروسكوب صراحة شايفين كل هاي الشياء المهم اليش يدقوا لكي اياه شو السورس وف اليومنياشن مثلا قلنا قولنا كنباوند لايت مايكروسكوب سورس الف اليومنياشن تبعو فيزيبل لايت فلوريسنت لايت مايكروسكوب قلنا ايش ممتازين الكترو ميكروسكوب الالكترون بيم حزمة الالكترونات هذا الالكترون مايكروسكوب ما بقدر اشوف فيه اشياء عايشة لا يستطيع ان يموت كلهم يموت ومتى يموتوا اثناء نفسه وانا بحطه بالالكترون مايكروسكوب بسبب اشياء اسمه فاكيوم هو جزء من الالكترون مايكروسكوب الريزولفينج باور كثير مهم رح نحكيها بعد شوي له نوعين بس المهم تعرفوا انه هدول النوعين يعني انا لما طلعت بال compound light microscope او fluorescence او whatever طلعت عبر هاي العدسة صح؟ فانا شفت العين من العدسة الالكترون مايكروسكوب ما بشوف العين من العدسة الالكترون مايكروسكوب انا بشوف العينة على شاشة اوكي هاي واحدة ثنتين الصور اللي بتطلع بيكون لونها ابيض واسود على الشاشة فاذا شفتوا عينة او صورة بكتب معين مكتوب الالكترون مايكروسكوب ملونة هاي بتكون artificially colorized يعني هم ملونوها يعني بالاصل العين اللي بشوفها انا على شاشة الالكترون مايكروسكوب ما بتكون ملونة بتكون ابيض واسود فايذا الالكترون مايكروسكوب الصورة بتطلع ابيض واسود هل بشوف عينات حية لا كلهم ميتين الريزولفينج باور تبعتها هي احسن اشي بكل الصورة بتطلع ابيض واسود واذا شفت هم ملونة بتكون هم ملونوها بشتغلو نفسهم هذا الالكترون مايكروسكوب الى نوعين transmission و scanning شو الـ اصلا الالكترون مايكروسكوب مش كثير كويس بالنسبة لي لانه كثير غالي لانه بده غرفة يكون فيها غرفة كبيرة مش زي المايكروسكوب احطه على طاولة لانه لازم صيانة مستمرة لعائله تمام الميزة وانه بيه يعني عينات قليلة اللي بقدر استخدم فيها الالكترون مايكروسكوب ولانه بده عمل تحضرات كثيرة بده تدريب كثيرة حتى اصلا اقدر استخدم هاد الالكترون مايكروسكوب تمام؟ هاي المعلومة برضو كثير مهمة انه الترانزميشن الالكترون مايكروسكوب رح يعطي صورة 2d بينما الالكترون مايكروسكوب 3d فالتم تم ترانزميشن 2 السم 3 تمام؟ هاده مش كثير مهم اخر واحد الاتوميك فورس مايكروسكوب بس بتكون تعرفوا ان السورس اف الولميشن ليزر يعني الكمباون لايت مايكروسكوب فيزيبل لايت فلوريسنس مايكروسكوب الترافيريت لايت الاكترو مايكروسكوب بيم والاتوميك فورس مايكروسكوب لايزر برضو بعتصورة 3d صراحة هاده الجزء هو المهم هلا شو انا بهمني شايفين هاده الجدول كثير جدا مهم تعرفوا الريزولفينج باور والماجنيفيكيشن تبع كل المايكروسكوبات اردي حكينا الكاركترستيكس هدول تقدروا انتو تراجعوهم من هون يعني مثلا الريزولفينج باور تبعته 0.2 مايكرو متر بيكبر بمقدار الف مرة الدارك فيل برضو نفس الاشي نفس الريزولفينج باور نفسها نفسها ونفس الماجنيفيكيشن هاده الكلياتهم لانهم اربع انواع الكمباونج لايت مايكروسكوب هلا الالكتروميكروسكوب نوعين نقلنا سكان و ترانزميشن هلا السكان 0.02 يعني 20 نانو متر و الترانزميشن 0.2 نانو متر فمين احسن اشي الريزولفينج باور نعم الهو السكاننج الايكروسكوب التكبير تبعه 10 الاف بينما هذا التكبير تبعه 200 ألف تمام هلا بيجيك سؤال انك تقارن بين الريزولفينج باور لمايكروسكوب ومايكروسكوب هذا الاشي كثير سهل مثلا اول اشي منحكي الريزولفينج باور تبعت الان ايدد هي من اي قدرت و دقة العين انها تشوف النقطتين و نقتتين و اقصر مسافة بينهم الى هي 0.2 ميلي متر تمام أما الريزولفينج باور الريزولفينج باور مايكرو متر ميلي متر menteر الي كومصا متر مين احسن؟ 민 دقته احسن؟ الريزولف هول ؟ طبعا جميع باور رسالعينro قبل ما اقسم اوحد الوحيد اوحد. مثل العين 0.2 ملم كبير يضرب في صغير. فانا انزلت من الملم لدرجة المايكرم لما انزل درجة قلنا كل درجة بضرب بالف لما أطلع درجة كل درجة بدي أقسم على ألف أنا هنا نزلت درجة واحدة من الملي متر للمايكرو متر فأنا بدي أقسم هذا الرقم عفوا بدي أضرب هذا الرقم لأني نزلت قلنا كبير لصغير بأضرب فبدي أضرب هذا الرقم بألف فهي بدل 0.2 ملي متر رح تصير 200 مايكرو متر واللي كنباوت لعينت بمايكروسكوب أصلا الريزولفينج باور تبعته بالمايكرو متر 0.2 مايكرو متر ترى هذا ممكن يجي سؤال فمنحط الميتين تقسيم الـ 0.2 اللي هو العين تقسيم المايكروسكوب بطلع ألف فدقة الكمباوند مايكروسكوب أكثر بمقدار ألف مرة من العين السكانينج إلكترو مايكروسكوب رزولفينج باور 20 نانو متر يعني تقريبا مئة مرة أقل من الريزولفينج باور تبعته الترانزميشن إلكترو مايكروسكوب الترانزميشن illuminated macroscope 0.2 نانو متر مطريبا ترى علي Apply والسكانينج ام 행فية 20 وآخر شي انو تقريبا تقريبا مليون مرة احسن من размер 另الج الريزولفينج باور تبعته العين ألف مرة أحسن من ريزولفينج باور تبعتكم باوند لايت يعني أنا هون حطيت لكم هدول الجمل وهاي باعتبار كمنخص للمفارقة بين المايكروسكوبات يا بتحفظوهم يا بتفهموا الرياضيات وتحلوها الرياضيات أنا بفضل تفهموا الرياضيات لأنه ممكن تخربطوا لو حطوهم تمام؟ سهلة أول إشي بواحد الوحد بخلي كل الوحد زي بعض كيف بواحد الوحد؟ باجي من الكبير للصغير بضرب كل درجة بألف ومن صغير للكبير بقسم كل درجة بتحكم طعام يعني هي أكبر سم درج أعلى رجي شوا بحط متر الدرجة تحتها ميلي متر الدرجة تحتها مايكرو متر الدرجة تحتها نانومتر كل درجة بنزلها بضربة بألف هي لو بدي حول من كبير لصغير كل درجة بطلحها لو بدي حول من صغير لكبير بقسم طعام 22 ألف أوكί تمام؟ أقارن بين شغلتين بحط الأشياء الأحسن بالمقام الأشياء الأحسن مثلاً الـ Light microscope أحسن من العين الـ Electro microscope أحسن من Light microscope وأحسن من العين هذا يأتي سؤال فهذا سؤال Resolving power و Magnification هدول بساعدوا بالسؤال فحفظ كثير مهم الأسئلة التي أركم إياهم كثير مهم تحفظوهم لأنهم غالباً سيأتي أكيد إحنا رح ننزل لكم أو ننزل في المكتبات يعني إن شاء الله قبل First ملف في كل الأسئلة اللي ممكن تيجي وأسئلة السنوات وكل هاي الأشياء و أي سؤال إن شاء الله بكون سريع بالرد